من الواضح أن الحديث بلينكين رغم كل ما سمعناه من التصريحات الإسرائيلية على لسان نتنياهو بأنه لن يوقف هذه الحرب حتى القضاء على حماس ما زال بلينكين يركز ويطالب الدول العربية بالضغط على حركة حماس هل من الواضح هذه الاستراتيجية الأمريكية قائمة على ماذا تحديدا؟ هذه الاستراتيجية الأمريكية قائمة على أن توضح الولايات المتحدة الأمريكية وتبين للرأي العام الداخلي والخارجي بأن حماس هي المسؤولة الآن عن استمرار العمليات العسكرية مع تغافل الإدارة الأمريكية للانتهاكات العسكرية والانتهاكات المجازر الإسرائيلية التي تحدث عبر الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي رفح ولذلك يروج أنتني بلينكين ويروج المسؤولون في الإدارة الأمريكية عبر العشرة أيام الماضية منذ إعلان بايدن عن ما يسمى بخارطة الطريق الخاصة بصفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار بأن حماس هي حجر العثرة وتجاهل تام لما تقوله حماس بأنها تريد وقف دائم لإطلاق النار وأن تكون اللغة واضحة وصريحة وأن يعود الغزيون إلى أحيائهم بسلام وأن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي ولذلك الإدارة الأمريكية تقول لابد من وجود ضغوطات كبيرة وأكثر من ذلك على حماس وعلى يحيى السنوار بالتحديد كما كرر أكثر من مرة جيك سوليفن مستشار الأمن القومي وأيضا جون كيربي منصق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض بأن حماس لابد أن توافق وإلا ستستمر هذه المجازر وتغافل وتجاهل واضح جدا للآلة الإسرائيلية والمجازر المرتكبة بصفة يومية وأيضا تجاهل بما يحدث داخل إسرائيل ربما يحدثنا عنه الزميل أحمد وهو يعلم أكثر مني طبعا في موضوع أن التجاهل المستمر للتصريحات الإسرائيلية التي ينتابها الشكوك بين حين وآخر إن كانت فعلا إسرائيل توافق على هذه الصفقة أو لا توافق ولكن الإدارة الأمريكية بمن فيها أنتوني بلينكين أكد للجميع بأن إسرائيل هذه الورقة ورقة إسرائيلية مقدمة من إسرائيل ومطابقة تقريبا لما وفقت عليه حماس في السابق